قام الإعلام أحمد شبير بتوجيه رسالة إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للفريق القرو الأول بالنادي الإسماعيلي وقال خلال تصريحاته أنا أعرف أن أحمد حسام ميدو شخص مرتب في عمله لذلك أسأله هل يا ميدو حسبتها كويس وتساءل مرة تانية لإدارة الإسماعيلي هل جلستم مع ميدو لأنكم ليس عندكم عزيز تعاقدتم مع الإسباني خوان كارلوس جريدو ثم تم إقالته بعد خمس مباريات وطلب من العالم أن يراجح حساباته ومن هم اللاعبين الذين ستحتاجهم في الانتقالات الشتوية القادمة ومن من الإدارة تحتاجه للعمل معك ومساندتك وتمنى أن تلغي إدارة الدرويش السنة السخيفة برحيل المدرب عقب خسارته مباراتين أو سلاس مباريات غير ذلك سأكون قلق على تجربة أحمد حسام ميدو العالمي مع الدرويش ترجمة نانسي قنقر